بعض الناس لا يهتم بالعمال وقت الصلاة فعنده عمال في البيت وهم يريدون أن يصلوا فلا يسمح لهم يريد أن ينهي عمله حتى صلاة الجمعة هم أولا لا يجوز لهم أن يطيعوا قاصة تكلم عن صلاة الجمعة أو صلاة يخرج وقتها هم لا يجوز لهم أن يطيعوا ثم كذلك هو لا يجوز لهم أن يمنعهم وإذا منعهم من الصلاة لأن ينتهي عمله عمله وبيته الذي يبنيه أو أي شيء يقوم به فهو آثم بهذا والعياذ بالله والله لا يبارك له في هذا البيت وهو الذي يمنع الناس من الصلاة في وقتها حتى يصلح له ما في بيته والله المستعان